هناك كلام كثير حول أن الإنسان بحاجة لأن يشعر بالمعنى وأن يشعر بوجود معنى لحياته ووجوده في هذه الأرض الفانية أيضاً وليس البشر وحدهم فبالتالي ادعاء وجود معنى هو المبرر الذي يسوقه خاصة المهتدينون أو العقائديون عموماً هؤلاء يقولون أننا أصبحنا مؤمنين لأننا نريد أن تكون لحياتنا معنى السؤالي هو ما هو معنى هذا المعنى؟ قد يبدو طريفاً هذا السؤال ولكن هي هذه الحقيقة ما معنى هذا المعنى؟ من أين يصدر هذا المعنى؟ علينا أن نفهم هم يتحججون بهذه المسألة لكن هم بطريقة أو بأخرى يحاولون أن يجدون جواباً لقضية تشغل بال الإنسان عموماً جميع الناس سمعتهم هذه المشكلة لكن وجدوا هذا الجواب وربما يبدلون عندما يشعرون بأن هذا الطرح لم يعد له السوق في أسواق المعنى المنفوحة في بلداننا دائماً دائماً هناك أسواق للمعنى وهذا يبيع لك المعنى الليبرالي ذلك يبيع لك المعنى الإلحادي هذا يبيع لك المعنى الشيعي وهذا وهناك أصناف مثلاً هناك السوق السوق المعاني الدينية وهناك السوق المعاني الفنية مثلاً أسواق المعاني الرياضية أيضاً أسواق المعاني الجماليات هذا أيضاً سوق كبير جداً فيه أصناف مختلفة من الجماليات فيه الأسواق المثلية والأسواق الجنسية بشكل عام وفيه الأسواق الفنية جماليات بشكل عام موجودة هناك الأزياء وما شابه هذه كلها تحمل معاني هناك مثلاً نساء عدد كبير نساء تجد قيمتها ومعناها في أن تكون جميلة جداً وأن تتقن أفضل أنواع المكياج وما شابه عموماً أنا أريد أن أشير إلى موضوع الأساسي وهو أن فكرة المعنى هي بحذاتها فكرة مهمة وأساسية في وعي كثير من الناس أو جميع الناس عموماً وأقول بأن من لا يبحث عن المعنى أو لا يدعي وجود معنى لا يعني غياب المعنى عن حياته فهو كل إنسان وكل كان حي لا بد أن يحمل شيئاً من المعنى لنفسه أو يجد نفسه من ساق لتحقيق معاني كثيرة وجود الإنسان حياً أو أي كان حياً هو بحذ ذاته هو حامل للمعنى يعني ليست المسألة أن أنت تبحث عن المعنى أنه هو المعنى متضمن في أي فعل تعلن على حال النتيجة عن بها وبالتالي هناك معنى من التالي بالمهم نحن نشعر بأن لدينا معاني خاصة أدى ذلك أقول لك هذا المعنى أصيل لكن هذا المعنى الذي تتحدث عنه ليس أصيلاً إنما معنى مستمد من واقعك واقعك أيضاً بحذ ذاته هو الواقع المعرفي التصوري ممكن تقول عليه بحيرة الأفكار التي ولدت فيها أو ساحة الأفكار أو مخزن المعاني والأفكار التي أنت فيها وجدت هذا الشيء وأعتقدت بأنه هذا السياق المعنى الأساسي لكن الحقيقة هذا السياق لم يتولد ذلك إلا بفعل تجربتك الحياتية طريقة التي نموت ونشأت فيها أنت عندما تولد تجد منسكر في عالم بوذي مثلاً أو فضاء معرفي بوذي فضاء معاني هندوسي فضاء معاني كونفوشوسي فضاء معاني الهنود الحمر مثلاً أو فضاء إسلامي وهكذا شيئي أو سني أو إسماعيلي أو إباضي أو زيدي فبالتالي أو مسيحي وعشرات طوال وهذه كلها أنساق للمعاني بعدما تقول أنا أحقق المعنى هنا يصلح السؤال من أين أتاك هذا المعنى ما هو النسق الذي يحرك هذا المعنى حتى الموضوع بالجانب الآخر نتحدث عنه عندما تقول لي إذن ماذا تريد أنت من كل هذا الكرام ما جدوى كل هذا الكرام أنا أقول لك من جدوى هذا الكرام أن الإنسان يجب أن يخلق المعنى الخاص به يجب أن لا يجعل النسق الذي ولد عليه هو الذي يتحكم في حياته أنت بحاجة لأن تكتشف العالم بطريقتك وليس بالطريقة التي تجبرك عليها اللغة وزياحاتها والتداخلاتها والتفاعلاتها ولا الطريقة التي يجبرك عليها المحيط الخارجي المحيط الخارجي دائما يحاول أن يجعلك تنساق ضمن سياقات الحاكمة والمهيمنة ضمن هذا المجتمع المجتمع هناك أنساق مهيمنة النسق المهيمن وظيفة الإنسان في رأيه الأساسية دائما الخروج من النسق المهيمن والنسق المهيمن أعلى بكثير من نسق السلطة وأنساق الدين وأنساق الإيمان لا النسق المهيمن هو النسق الذي لا تستطيع أن تراه ولا تستطيع أن تشعر به هذا هو المهيمن المهيمن الذي يجعلك تتحرك بدون أن يؤطيك أمراً أو يوجهك بمعنى المعاني مثلاً المرأة الدماء فرضاً أمرأة مسلمة على سبيل المستوى الأمرأة تخرج من البيت هي لوحدها ترتدي الحجاب مثلاً هذا النسق تقوم به بدون أن يكون هناك من يراقبها ويتابعها لا وجود نسط عليها هذا يسمونه النسق المهيمن أن هناك هيمنة مطلقة عليها لنسق يرى نشره بين الجميع وهذه العملية تتولى القيام بها عادة الرجال الدين لأنهم موجودين في كل مكان وكل شارع وكل زقار هذا الضخم مستمر لهذا النسق يجعل الجميع يتحركون وفق مشيئة رجل الدين دون أن يشعروا ودائماً تجده يتصرف وينشر أو يعدل جميعاً بهذه الثقافة المهمنة بين الجميع ويجري العمل بها دون أن يشعر بوجودها أصلاً من ميزات النسق المهيمن هذا من أبرز هذه المميزات أنك ممكن أن تعترض على الذين ينشرون هذا النسق المهيمن يمكن أن تعترض على الرجال الدين أنت خاضة لنسق مهيمن نسق ديني مهيمن لكنك أيضاً تعترض على الرجال الدين حتى ربما أن تصبح ملحداً لكن الرجال الدين لا يبالون بهذا الأمر لأنهم في الحقيقة هم تمكنوا من جعل ثقافتهم وطريقتهم طريقتهم بالتفكير طريقة عامة ومهيمنة على الجميع لا أحد يستطيع حتى أن يراها إلا يرى آثارها هنا وهناك وعدما يحاول أن يتحدث عنها يقول لهذا المعنى ليس جيداً أنا أريد أن أبحث عن معنى آخر يقول لك تفضل ابحث عن معنى آخر لكنك أنت غارق حتى ليس أذنك يعني فوق أذنك غارق بالكامل داخل بحر الديني المهيمن أو البحر العقائدي المهيمن أحياناً مثلاً في فترة هتلر النازية أو الفاشية تجد المجتمع بأكمله داخل في نسق مهيمن جرى ضخه على مدى عشر سنوات قبل الحرب العالمية الثانية وأيضاً على نفس النمط الفاشي أيضاً نمط الأتاة تركي جرى ضخ النمط العلماني في العبل والتفكير والرؤية وهذا أصبح هو الكل يبحث عن معنى حياته على الطريقة العلمانية هذه أنساق الكلية هي التي تتحكم بنا علينا أن نشعر بوجودها المشكلة عندما يقول لك أنا أنت كافر وأنت كذا هو لا يشعر بأنه هو منساق ضمن هذا العالم المهيمن أو الأفق المهيمن أو الفضاء المهيمن الذي جرى نشر عبر عشرات السنين أذكر مثال مثلاً أيضاً أمثلة كثيرة مثلاً تجد بالتاريخ الفراعلة هذاك يوم قرأت بقال عن الفراعلة كيف كانوا يحكمون الشعب المصري أو الشعب الموجود في أين ذاك أو يعني رعيتهم كان الحكم بطريقة فيها سياسة هيمنة خالقة بحيث أنه تجد أن الفراعلة تمكنوا من دامة حكمهم لحدود ثلاثة آلاف عام فهذا النساق المهيمن جعل من مصري شخصية تابعة للحاكب بطريقة لا تقبل النقاش وأصبح الحاكب هو بالنسبة لخارج أفق التفكير أصلاً فهو موجود وأدب أسوى حلقة خاصة عن هذا الموضوع وأذكركم بشواهد إلى فما فعله الفراعلة عبر الجهاز الإداري الضخم الذي أنشأوه أنهم خططوا بشكل استراتيجي بعيد المدى يعني ميزة الهيمنة دائماً أنها لا تتحقق بقرار سياسي لا هناك مخطط ضخم جداً تجده يتحرك أما بطريقة مقصودة أو بطريقة بين المفتعلة وبين المخطط إلها وبين العادية أو التلقائية لكن عموماً النظم الدينية التي وجدت في مجتمعاتنا خاصة النظام الديني المسيحي أو المؤسسات الدينية الإسلامية شيعة وسنة هؤلاء يخططون على مدى بعيد جداً ويعرفون ماذا يفعلون نتيجة هذا التخطط هو الهيمنة المطلقة ما هي معالم هذه الهيمنة المطلقة؟ هذا المعالم الهيمنة معناها أنه تجعل السيطرة بإمكان السيطرة على شعب كامل بحيث لا يمكن أن تنشأ حركات معارضة أو مناقضة لهذا النظام إلا حتى أن ظهرت فلا تكاد تذكر ولا أهميتها لها ويجري لفظها تلقائياً من داخل المجتمع الذي خضع لشروط الهيمنة الهيمنة فيها جانب أيضاً يعني ممكن نقول فيه جوانب إيجابية أنه يواحد المجموعات البشرية المتفرقة التي تعيش في نطاق جغرافي معين يستهدف الحكام أو مجموعة الطبقة أو الحكماء الذين يسيطرون على المجتمع الذي يحكمهم وهؤلاء ماذا يفعلون؟ يصنعون أو يخترعون شكلاً موحداً من الوعي هذا الوعي الذي يجعل أنه حتى إذا ظهرت حركات معارضة إلى لا يبالي بالأمر يعني ليس الأمر مثل واحد يتمرد على السلطة فرضاً هذا لا يعني واضح هذا مسألة خطيرة وتهدد النظام القائم لكن تهديد الفكر المهيمن مسألة صعبة جداً وتحتاج زمن طويل للتغيير الآن مثلاً المجتمع المصري فرضاً المعاصر جرت عملية الهيمنة الدينية السلفية عليه عبر أربعين خمسين عاماً وهذا العملية لم تتم فيه أمولي والعيلة والبعض يصحر عندما الهضايب عندما اتقب بكم عبد الناصر قال ما هي مطالبك قال لا تحجب نساء قال لا يروح حجب بناتك فهذا الإشارة لأنه هي أنه عبد الناصر كان ساذج في إجابته بصراحة نحن نضحك الآن عليها لكن كان الهضايبي أكثر عمقاً في مسألة التفكير في هذا الموضوع لأنه يعرف بأن تحجيب النساء واللي كان أمر خارج التصور في ذلك الزمان كان يقرب بأن هذا الانتيجته ستكون الهيمنة الكاملة على المجتمع خلال فترة طويلة المدى وفعلاً هذا الذي حصل تحجيب النساء والمشروع الهضايبي نجح ونجحها بالتالي الهضايبي وجماعته في السيطرة على المجتمع وجعل هذه المسألة مسألة طبيعية الآن عندما بالضبط عندما تروح إلى الرئيس الدولة وتقول له واحد علماني مثلاً نفترض الحالة المعاكسة الشخص علماني راح إلى رئيس الدولة مثلاً منه الآن قال لا يجب أن تنشر التبرج لا أن تنشر السفور أو تمنع الحجاب السيسي فوراً نقول له أنت مجنون أن هذا كلام معقول لكن بالعكس كلام صحيح إذا كان رجل معرفة ودائية ديني ولديه حزب ديني أو حركة دينية أو مذهب ديني ما أو مذهب علماني بالعكس هذا كلام سليم وصحيح لأن هذا الدائية أو قائد المذهب الديني أو العلماني جديد يعرف ماذا يفعل يعرف بأن المسألة تتطلب وقتاً طويلاً لنشرها فأقول له لا أنا ما أقول لك الآن إذا كان هناك تعاون بين الطرفين أو ربما موجود هو أصلاً لا نعرف لأن السياسيين عادة يخططون أحياناً بطريقة استراتيجية ليس أحياناً وليس دائماً فأربما موجود أقول لك الآن نبدأ بالسعودية هذه العملية بدأت بدأت عملية إلغاء الهيمنة السابقة وأحلال الهيمنة حيات هيمنة النمط ولون جديد من ألوان الحياة فالآن تجد في سعودية حس مستمر إعلام في كل مكان بدأت أول مرة بحبس أو سجن رموز الهيمنة القديمة وبدأت تقليم الظافرهم والآن مشروع ماضي ستجد السعودية بعد عشر سنوات لا تستوعب وجود أمرأة محجبة الشعب كلها لا يستوعب هذه المسألة وأعتبرها أمر طبيعي بالعكس عندما سيرونه مثل ما كنا في بغداد قبل أربعين سنة سنة عندما نرى أمرأة محجبة نعتبرها متخلفة في السعودية بعد عشر سنوات أعتقد الأمر في السعودية سيحدث أسرع ما نتصور لأنه هناك ضخ وهناك عمل استراتيجي بعيد المدى يجري في السعودية والخليج بأكمله عدا مناطق الأراق لأنه السلطة المركزية في بلدان غير خليجية السلطة المركزية عادة ليست بالقوة التي تستطيع أن تنفذ مشاريع استراتيجية تغير الوعي أو تبني وعيا جديدة وتعيد تشكيل الوعي أعود إلى ما حصل بأيام الفراعنة هناك كتاب حلو أو باحث حلو اسم فريدريك معتوك كتاب كتاب عن هذا الموضوع وقال أن النظام حكم الهيمنة خاصة نتحدث عن النظام الفراعوني هذا اتبع المصريين طوعا وحتى يقول بينه كان من المفترض أن يزول بعد احتلال الهيكسوس للبلاد وكما نعلم هو سمر حدوث القرنين من الزمن مع هذا لم يتمكنوا من إزالة صيغة الفراعون أو ما لهم عنها البيت كبير ما استطعوا على الأطلاق أن يزيعوا هذه الفكرة أو هذه العقيدة من ذهن أهل البلاد صحيح البصريين ترضوا على سلطة الفراعون لما مثلا أحيانا دماء فاضل نيل بس لكن ما ترضوا على النظام أو النظام الفراعوني هذا هو اللي خلينا نفهم ما معنى الهيمنة أو المرتكس الأساسي أو واحد من المرتكسات الأساسية للهيمنة وهو المتجسد بمسألة نظام الحكم نظام حكم الهيمنة هايميستر هو نظام حكم سياسي عنده قدرة فائقة على أن يصنع الولاء له أو يخلق الولاء له ويجعله عقيدة لا تقبل النقاش والولاء لهذا النظام لا يعني الولاء للشخص الذي يمنثل النظام لأسف الشباب الآن عندما يتحدث واحد يقول لك بمستمعاتنا يقول لك العلا ليست في الدين العلا في رجال الدين في تجار الدين هذا معنى شنو معنى هؤلاء رجال الدين تمكنوا من فصل بين شخصهم وبين دعوتهم أي أنهم نشروا نظاما مهيمنا بين جميع وقالوا أن هذا النظام ليست لا يخصهم أنه هو مسألة أتتهم من السماء أو من أي شيء فعدما يعترضون على رجال الدين هو بالحقيقة هو شكل المؤسسات مالت مؤسسات النظام وهو لا يقول لك أوكي أنا شكلت هذا النظام بأكمله وهذه المؤسسات موجودة وممكن أنت خليس الأتراض على واحد من الشيوخ الجامع في المنطقة الفلانية أو حتى في المدينة الفلانية أو حتى في النظام بأكمله المسؤول على الدين أو المعقيدة الدينية أو العقيدة العلمانية في البلد بأكمله أو المنطقة التي يحكمها هذا النظام المهيم فلا بأس المهم يبقى النظام فهكذا المصريين فراعنا كانوا يديرون هذه العملية بطريقة ناجحة جدا والميزة ليش نحن ندرس موضوع قديم جدا لأن تستطيع أن تراها وهذه ميزة الإنسان عندما يشعر بأنه خاض إلى هيمنة غير محسوسة وغير مدركة وأصبح جزء من الحياة اليومية هي هذه أنه نظام الفراعوني استمر ثلاثة علاف عام والآن وثائق الموددة كشفت كيف كانت لماذا استمر ثلاثة علاف عام الآن نحن نعيش في عالم من الهيمنة المطلقة لا نعرف بعادها هناك ما هي القضايا التي لا نناقشها والتي لا نكاد نراها أو يصعب أن نراها هناك نحن نقوم حاليا الآن بسلوكيات وأفعال ولدينا أمزجة أيضا ولدينا معاني كما قلت في البداية وكلها بالحقيقة هي خاضعة أو لها مكان داخل نظام الهيمنة أو نظام المهيمن الذي نحن غرقى فيه دون أن نشعر وعلينا أن نشعر هذا واجبنا الآن فالنظام الفرعون عندما أسس نظام حكم الهيمنة هو صارت يعني هذا النظام كانت أدى قدرة فائقة على توليد الولاء للنظام وليس للفرعون نفسه الذي يمسك بمقاليد الحكم لهذا السبب هو ما نجح لأنه هذا النظام لأنه فرض على الجميع بطريقة عسكرية لا بلأنه يجد تحت صيغة البيت كبير كما قلنا هذا الصيغة هي التي أمنت يعني الذي خلق داخل الناس إحساس رمزي بالأمن وإحساس بأنه كل واحد موجود داخل هذا نظام لديه مكانه الخاص وأن هذا النظام سيلبي له تطلعاته الآنية والمستقبلية على أحد سواء وهذا بالفعل الذي يشعر به كل الآن متدين مثلا ما دام النظام المهيمن في واقعنا العربي الإسلامي هو الظاهرة السلفية أو الظاهرة الولايية الشيئية فكل مجتمع نمطان من نمط الهيمنة النمط السني المهيمن وبشكله السلفي الوهابي هذا النمط المهيمن هو العان يعني الكل يشعر بأنه سيلبي مطالبه وهو الحل الوحيد بالنسبة له وهذا الإحساس هو الذي غرزه رجال الدين وهذا الذي فعله رجال الدين فعله خلال خمسين عاما جعلوا جميع يعتقدون بأن هذا النظام وهذا النظام المهيمن هو النظام الوحيد الذي سيتكفر بحل كل مشاكلات وهذا بعدما نقول هذا رجل الدين يعني دجال هذا داعي كذاب هذا أخطأ هذا أصدر فتوى غامضة غريبة نقول هذا لا يمثل الدين لماذا أي واحد يقول هذا لا يمثل الدين معناته هذا الشخص خاض لنظام الهيمن بشكل مطلق ولا يكاد يرى واقع الحال ومن ممكن أن يقاتلك هذا الشخص لماذا لأنه أصبح حارسا للنظام حارسا للقطيع أنا سمي أنه عندما تشعر بوجود القطيع فأنت تشعر بالأمان ماذا تريد قطيع الديني القطيع السياسي القطيع العقاعد سمي أي شيء قطيع حتى قطيع البشري أي شيء قطيع العشائري سمي أي شيء هو يشعر بوجود آخر النظام هذا النظام هو القطيع وهذا يجب أن تحافظ على هذا النظام وإلا فأنت ستهد كل شيء وبالتالي يجب أن تأذي للنظام عن القوى الفاعلة فيه النظام موجود هذا البيت موجود لكن من يحكم البيت من يدير شوال البيت هو بضرورة شخص يعني ممكن أن يحل محله عشرات غيرها لكن أنهذب البيت أو الأمة أو الدين أو جماعة المصلين أو جماعة المؤمنين هذا الشيء يعتبر غير قابل للنقاش وهذا سلوك صحيحه بالمناسبة أنا لا أعترض عليه لكن أنا أشير إلى أن من يقاتل من أجل هذا النظام أو من أجل النظام المهيم على أن يعرف أن هناك مؤامرة على صحة التسمية غير مدركة وغير محسوسة أن تتأيش ضمنها وعليك أن تفهمها على الأقل وبعد ذلك تحكم عليها هل هي تنفعك أو لا؟ هذا موضوع مختلف المعنى المعانيين أنه دائما يقول لا أخي أنت أدبا تقول هذا لا يمثل الدين وهذا تاجر الدين ولا يمثل الدين أنت بلس الوقت أنت يعني أنت أعرف بأن أن لو كان دين المهيم أو الدين المهيم أو النظام المهيم كان متماسكا لما أنتج لك نماذج فاشلة وكاذبة ومنافقة أو مدعية لكنه لا يبالي لأنه لا يرى أن هناك مشكلة في النظام نظام دائما صحيح فهذا القضية التي يجب أن نلاحظها عندما أنت تنتصر للدين بالحقيقة أنت تنتصر لتاجر الدين دون أن تشعر لأنه من الذي نشرب بين الجميع هذا النظام؟ هو رجل الدين هو أصلا هو التاجر هو أصلا كلمة التاجر هي كلمة المبشر هو الذي بشر بالدين هم هؤلاء جميعا فهو عندما أنت تيجي تقول والله يقول يا بأنت سويت مشكلة وأنت تاجر تاجر بالدين وأنت تنافق وأنت لا تبثل هذا الدين هو بالحقيقة هو نجح في فرض النظام عليك ونظام الهيمنة كاملة عليك ومثل واحد نشرب الحجاب مثلا خلال 20 سنة نشرب الحجاب وأصبح قضية لا تقبل النقاش في كل مكان عندما يتشرب هذا يجي شخص رجل الدين ويقول لا والله مثلا هذا الحجاب ممكن شوية يطلع الشعار فيقولوا هذا لا يمثل الدين فأنت بالحقيقة أنت تروع على نموذج النظام المهيمن الأصلي وعدما يأتي رجل الدين يحاول أن يحجز له مكان ضمن نظام الهيمنة أو المؤسسة المهيمنة يقول لا يحاول أن يحجز له مكان لكنه لم يحصل مكان فحاول أن يثير رغط يشكك بعض قضاء النظام فالنظام لا يهم الموضوع لأنه هو هيمن وانتهى انتهت القضية فيطلع هذا الشخص الناس الذي اتجرت الهيمن على اليوم هم بأنفسهم لا يتصدون له وسيطردونه والشرق طرده مثل عندنا أيضا أنه بالنظام الصيام المهيمن مثلا بالعراق صارت عندنا بالتسئينات جاء والد مختلص محمد قال رمضان أنه عرف الصيام كامل مئة بالبعاء ولا يجوز شرب الماء ولا أي شيء وقال هنا أجازة أصدره فتوى بجواز الشخص المدخن أن يدخن ما عنده مشكلة يعني شعف لا هذا الحال المجتمع بأكمل احتج ضده لماذا؟ لأن النظام المهيمن تمكن من الناس بحيث الناس هم بدأوا يتصرفون بشكل تلقاء من أنفسهم حماية لهذا النظام الذي من زرعه هو الرجال الدين أنفسهم محمد محمد الصدر باقر الصدر محمد الصدر اللي هو والد وقتده وذاك الباقر الصدر بن عمه بن عمه أعتقد فهذا كان يعني كان وقت طويل من عمره قضاء بالسجن لكن طلع يريدي يريدي ينابز المرجعي الشعياء العليا اللي هي السستاني وهي مؤسسة ضخمة جدا فكانت فرصة إلي أن يحاول أن يحجز لوما كان ضمن الواقع الأراقي الشيعي أو الشيعي عموما فهذه كانت فرصة إلي أن يبرز بينهم وبعد ذلك أحاول أن تصدر نظام الحكوم وبعد ذلك قتله صدام وسوى لعملية اغتيال وقتله هو واثنين من أولاده الفكرة النظام المهيمن هو هذا الذي نتحدث عنه وهذا يعودنا إلى فكرة المعنى والنسى فعندما أنت تحدثني عن المعنى فأنت بالضرورة تحدثني عن النظام الذي يهيمن عليه والذي تعتقد بأنه هو هذا النظام الذي لا ترى والتي تشعر بأنك تلقائيا يجب أن تحضر عليه ولا تسمع حتى بالمناقشة الأمر لأن هذا النسق هو الذي أنت تسير عليه لا تستطيع السير على نسق آخر يعني مثل الآن مثلا أنت تعلمت على نسق الأكل الشرقي فرضا أو الأكل البصري أو الأكل العراقي أو أكل الشربي فأنت عندما ترى لا أين مكان بالعالم لا تستطيع تغيير هذا النسق من الصعب أن تغير هذا النسق لماذا؟ يعني لأنه هذا أصبح جزء منك جزء من طبيعتك جزء من جسدك نظام الغذائي أو العادات الغذائية التي أنت نشأت عليها لا تستطيع تغييرها فبالتالي هذا مستحيل أو الشبه مستحيل يعني ممكن إنسان يغير لكن الشبه مستحيل أن تغير وإلا بعد جهد جهيد وبعد وعي وعمليات يعني ترى تصرف سنوات من عمرك حتى تستعيد ما جرى حفره في أعماقك أعماق وجدانك فهذا القضية الخطيرة لأن هذا السبب نقول خليني أنا قاعد مرتاح وخلاص يعني ليش أتعب حالي أغلب حالي لهذه الدرجة وأدمر حالي وما أعرف النتائج التي س يعني وذا غيرت هذا النسق أو المعنى الذي أنا عليه هل ستتقبلين معاني الأخرى أم أنني سأبقى يعني ضائعا مطرودا من جميع المعاني أو جميع الأنساق أو نظم الهيمنة فهنا المشكلة الإنسان الكبيرة هو أشفر نظام الهيمنة هو نظام قطيع القطعان المودودة فأنت ذا طلعت من هذا القطيع أو تمردت عليه تمردا كاملا مثلي أنا مثلا فلن يتقبلك أحد يعني أنا هاي مشكلة الآن إنه لا أحد يتقبلك الجميع هناك نظام الهيمنة مثلا الأمريكي نظام الهيمنة الإيراني نظام الهيمنة الخليجي مثلا النظام الهيمنة المصري أكود هذا يعني مو أقصد نظام السياسي لا أقصد الأنظمة السياسية نرجع نفس الموضوع أقصد هذا النظام لا يتقبلك أنا مثلا حتى أوضح الموضوع أخر أنا كنت بدير وكاتباء دولية وأيضا قبلها كنت سكرتير تحرير وكالة أنباء فعالم الأخبار عالم أصبح محسوب يعني لا تستطيع أن تعمل بطريقة مستقلة فاكتشبت بعد ذلك أنه لا تستطيع أن تعمل إما أن تعمل ضمن نظام إعلامي يهيمن عليه العالم الغربي أو خاصة أمريكا بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط أو نظام هيمنة إعلامي خليجي أو نظام هيمنة الشيعي إيراني أو نظام هيمنة إعلامي تركي أنا لا أخضع لأي نظام من هذه الأنظمة يعني أنا لست ضد هذه الأنظمة السياسية ما لأ علاقة بالسياسة لكن أنا لا أستطيع أن أحرر الأخبار وأنشر أخبار وفقا لمعايير هذه الأنظمة الأربعة أو الخمسة أنشر الخبر كما هو لا أجري على أي تعديلات ذهنية لا أتساوق مع خطاب الهيمنة الخاص بالنمط التركي أو الإيراني أو النمط الخليجي أو النمط الأمريكي أو النمط الإخواني أيضاً اللي هو قريب على التركي أو النمط القطري شوية باختلاف أو النمط الروسي أيضاً هو طرع منافس أيضاً يعني جمعات قناة RT فهذه هي حتى أوضح الموضوع فبالتالي الآن أنا ظليت من سنة تقريباً أنا راح أصبح 8 سنوات 9 أنا بلا عمل فهي هذه المشكلة لأنه لا أحد يتحملك المعالم العلماني لا ما عندي مشكلة يعني ممكن أعمل لكن النمط الذي أفكر فيه أو النظام الهيمنة الخاص بي هو نظام مفتوح لا يقبل أن يعزف يعزف أو يرقص على إيقاع كل من هبى ودب أختم بشروط المعاني شروط وجود نظام الهيمنة أو نسخ المعاني أولاً يتم من خلال التحكم بالثروة ثانياً يتم من خلال التحكم بالعقل ثالثاً يتم من خلال النشر يعني نشر الطرق الهيمنة على العقل دون إكراه وهذا كما قلت يعني من خلال عملية معقدة وتفائلة يعني تخلط بها السيطرة الكلية على الإنتاج وأمور المعاش وأنماط التفكير وبشرط كما قلت هي تؤدي بعد ذلك إلى أنه الإنسان يخضع لنظام الهيمنة دون أن يشعر بأنه مكرح على الموافقة على جميع هذه السياقات الثلاثة التي سميتها هي الإنتاج وأمور الحياة أو المعاش وأنماط التفكير وهذا كله يأدي من نهاية إلى أن استحالت عن يعمل الناس على نقض النظام أو تصدي إليه أو التصدي له كيف تحصل هذا مثلا عن صعيد التقافي والمعرفي نرجع إلى مثال الفراعنة ماذا فعل الفراعون الفراعنة في ذلك الزمان منعوا التجار أن يعملون خارج مصر أو يعملون بطريقة حرة لا يوجود للتاجر حر في تاريخ مصر القديم دائما يعملون هؤلاء ضمن الجهاز الإداري للفراعون أو البيت الكبير كما يقال والمصريين لم يمانعوا في ذلك وأيضا منع من وجود طبقة من المورخين ومثقفين والفلاسفة الأحرار في البلاد ويعني جائلا جعل من بدورهم وبرعهمهم أو أولادهم أو ذريتهم أيضا مجرد كتبه عنده وأيضا هذا لم يمانع لأجله البصريين في ذلك الزمان لم يمانعوا كيف لم يمانعوا العملية ما فرضت عليهم فرضا بل أجت ضمن سياق توجيه أليف ويومي وعام هذا التوجيه الخفي النابع من قرارات الفراعون كانت بمثابة قانون شفهي للبلاد والعباد وهذا القانون انسابا انسيابا وتكرس مع مرور الزمن وصار يولد نفسه بنفسه لذلك نقول لكي تنجع الهيمنة وتتحقق فعلا كان الفرائنة يفضلون عدم الإعلان عنها يكتفون فقط بأن يقدمون أنفسهم كأنهم رسل من الآلهة وأحنا أرباب للبيت الكبير على الأرض ويعني بالنتيجة الهيمنة جرت بدون أي أعلان وأصبح الناس خاضعين لهذا الهيمنة وكأن شيئا لم يحدث لهم إنما هم دخلوا بين أمواج نهر الهيمنة طائعين غير مكرهين وبعد ذلك وجدوا أنفسهم يسبحون داخل هذا النهر بالطريقة التي صمم لها هذا النهر تماما حسب إرادة قادة الهيمنة أو حاشي الطبقة الحاكمة الفرعونية في ذلك الزمن وهذا نفسه تقريبا الذي حصل في مطلع ظهور الحضارة العباسية بالضبط تقريبا شيء مشابه جعلوا المثقفين والمفكرين في ذلك الزبان مجرد كتب لديهم وكل من يحاول أن يخرج عليهم سيختلونه ويعتبرونه مرتدا وكافرا ومع الوقت صنعوا اللغة وهي اللغة موجودة أصلا العربية لكن كانت لغة أبارة عن لهجة بسيطة يعني هامشية حولوها لغة وجعلوها لغة رسمية ووضعوا مذاهب وقالوا هناك المثب الشيعي يعني دعموا الجميع وكل كان يعمل في صالح خطاب الهيمنة الذي استمر مع الوقت خلال تشوفه تخلال مئة سنة تقريبا طبعا بها صراعات هائلة طول ظهروا المؤتزلة وترجموا من الكتب اليونان لأن كانت هناك محاولة تأسيس نظام مهيمن النظام المهيمن هذا بعد ذلك تم تم تأسيسه بشكل ناجح جدا بأدم ظهر الغزالي وكان وضع يعني كما يقال وضع النموذج الأخير لكل هذا النظام والذي صارت عليه نظام الهيمنة الإسلامي صار عليه الجميع بعد ذلك حتى يومنا هذا وأصبح عرفا وسلوكا غير محسوس لدى الجميع والنظام الشيء أيضا أخذ مدارة والآن بدأ يتغير وتحول أصبح نظام هيمنة من نوع الولي الفقيه وهذا صار لخمسين سنة أيضا يشتغل وبدأ ينتشر في كل مكان الآن نظام الهيمنة الولائي وهو النموذج الجديد بدأ مهيمنا في في لبنان الشيعة لبنان الشيعة الأراق الشيعة إيران الشيعة أبغانستان حتى زيدية زيدية اليمن أيضا مسهم شيئا من هذا الضر الضر أو لا العفو يعني لا أحكم عليه مهم هذا مسهم شيئا من هذا الخطاب المهيمن كيف السؤال كيف يتم نشر هذا الخطاب الهيمنة أولا هناك أجهزة إعلامية معلل كلمة ليس حتى الآن في كل زمن موجود هذا الأجهزة في زمن الفرعوين القديم يعني نقدر نقول الآن قد تلاف سنة مضت أربع تلاف سنة مضت أو أربع تلاف يعني من أيام تأسيس من أيام بناء الهرامات دائما هذا الجهاز الإعلامي يكرر الشعارات والمواقب طبعا ما كان أكبر أملاء مبرمج لأخبار ومعلومات تحث على طاعة المستدامة كل ما يحدث هو كان إن الإداريين ورجال الدين كانوا يؤطرون طرائق الإنتاج والتفكير بحيث تصب محصنة النهائية الولاء الشامل للفرعون هذه لا تستيعني مش قضية نعتبرها يعني عن تخطيط بالغ التعقيد لا مش شيء يعني هو هذا مجرد يكررون إنه الولاء الشامل وهذا الوحدة بعد ذلك أي واحد لا ينساق يجري قمعة بطريقة وعزلة وقطع أرزاقها أو طاردة من العمل فبعد ذلك الناس بدأت تستقطب بالظلم باتجاه دائما طاعة الفرعون هذا الولاء هو يتشكل لحالة لأنه عندما تخرج رأسا تشعر بأنك تخسرت فتضطر العودة مثل ما حدث الآن بالعراق عندنا المثقفين كانوا يصدحون ليلة نهار ضد النظام وهذا النظام الديني والنظام الكذا الآن بعضهم سكتوا وصمتوا والآن بعضهم يصبحوا وزير ثقافة وأصلا بعضهم السلم ومناصب عليا روابتهم كل واحد راتب 10 ملايين دينار يعني شهريته غير الأشياء الجانبية التي لا نعرف عنها شيئا صاروا مليونيرية وهما كلهم من أصدقائي وما عارفي لكن خضعوا للنظام المهيمن وأنا لست هنا في المعرض النقد إنما هو هذا النظام المهيمن هذا طبيعته النظام المهيمن أنه يستقطب المثقفين والعارفين والخبراء لصالحة والذي يتمرد سيلاقي الأمر مثلي مثلا حاليا ف وجدت لبكان يعني هادئ لا أكثر لكن هؤلاء بقوا هناك في مستنقع الهيمنة في بحر الهيمنة فهم أمامهم خيارات مهدودة جدا البعض من تم اغتياله وقتله البعض هرب البعض سجنه واختفى تماما والباقين هم أما صامتين أو منطوين أو مهادنين أو منتفعين فلتغير الموقف يقول كان لا حاجة بانواجه خطاب فبالتالي الكل أصبح الفكرة الكل أصبح يعزف على الإيقاع الموجود هذا الإيقاع بعد ذلك يصبح عادة أصبح الآن شبه محسوم لا تستطيع أن تعزف بطريقة نشاز رأسا يشعر بك هذا الشخص نشاز بدليل أن الآن كثير من يسمع الآن هو خاضع لخطاب الهيمنة السلف أو خاضع لخطاب الهيمنة الشيعي أو خاطع لخطاب الهيمنة العلماني أو خطاب الهيمنة اليل الحادي ولو هو صغير جدا هذا الخطاب فهو فورا يشعر بأنني أتحدث خارج البحر الهيمنة الذي يغرق فيه فهو فورا يشعر بوجود إيقاء مختلف هذا الشخص ستحدث بطريقة مختلفة وواضحة رأسا تشعر بوجود يعني عندما أقول استقطاع هو مثل جهاز مناطيس هذا المناطيس يجذب أو حالتين إما تنافر أو رفق فأدما يرفع شيء تنافر الجذب والتنافر بالعربي فيجذب الأشياء ويرفض فرأسا الخطاب الهيمنة يشعر بأن هناك خطاب رأسا يشعر بوجود تنافر معه فهذا اللي يلاحظ لأما عندما أكثر فيديوات اللي ينشر ها أو المحاضرات رأسا تشعر ووجود هذا يشعر بتنافر فأنا أقول هذا مسكين هو يتحدث بالخطاب المهيمن عليه المهيمن عليه مثلا الخطاب السلفي فرضا وبعض بخاصة الأشاق القنابي رأسا يشعر بأن هذا خطاب خضاء الخطاب الذي يبثه أو واحد من موثريه طبعا القنابي وآخر موثري آخر كثير له لهذا الخطاب فهؤلاء خضائين لهذا الخطاب ورأسا يشعر هذا المسكين وعد من ضحايا لكنه لا يشعر على الإطلاق وهو خاض لهذا الخطاب ونسميه النسق العمائي هذا النسق هو مثل الأعمى الأعمى لا يراه فهو كل شيء في حياته كل ما يفعله خاض لنسق الأعمى الذي خاض له فهو يمارس حياته بشكل طبيعي وإلا في هذه إنه يعيش أعمى لا يرا الألوان لا يرا الأشياء يتحرك بطريقة معينة قدما يذهب للحمام هكذا قدما يتحدث من الآخرين يجب أن تتوفر أجواء خاصة وهكذا قدما يأتي آخرون مثلا أطفال لا يعرفون شيئا عن هذا الأعمى ولا يفهمون ما هو العمى العمى أصلا فيعاني الأمرين معهم لأنه لا يستطيع لا يستطيع تخيل وضعهم فيحدث التصادم بينه وبينهم وهذا يعني هذا بالضبط الذي يهدف عد السلفي أو عد مثلا القومي أو عد النازي أو عد الفرعوني بأيام زمان أو عد واحد مثلا من أشاق المطبخ الصيني مثلا فهذا لا يستوعب يعني لا يستطيع فهذا نسمي النسق العمائي أو النسق المعمى أو يعني أدي التعريف إلى آخر أطلع كمفهوم أسوي إلى شرح أعتقد مفهوم تأسيسي ومؤسس لإذا تعاملنا مع هذا المفهوم على أنه يشكل أو هو ليس مفهوم أعتقد هو النسق الذي تعيش فيه مجتمعاتنا النسق هو النسق العمائي هذا النسق هو الذي يحكمنا والنسق الاتباعي أيضا نسق الاتباعي هو الذي يفرس كل منظومات الهيمنة التي نحن عليها نحن نسق الاتباعي إلى علاقة حتى أعطي فكرة سريعة عنه النسق الاتباعي هو النسق الذي منه مثلا ممكن يقول فرويد عندما يتحدث عن الدين يقول الدين هو مجرد فكرة أنه هناك إنسان عندما يولد يشعر بحاجة إلى الأب فعدما كبر بقيت هذه الحاجة وتحول هذا الأب إلى إله يحاول أن يلبي له كل شيء هذا الإله ويغضب عليه أيضا مثل ما يغضب الأب على أولاده وهذا الإنسان بدأ بقي إنسانا قاصرا بحاجة إلى من يرشده بالحقيقة مفهوم الطاعة هو مفهوم الأيب أو سبب ظهور الدين له الحقيقة حاجة الإنسان لطاعة وسميه النسق الاتباعي هذا النسق الاتباعي ميزة شعوب هذه المنطقة والأساسية الكبرى والنسق الذي يحكمها هو النسق الاتباعي أننا بحاجة إلى من نسير خلفه ونطيعه هذا النسق الاتباعي هو الذي يحكم جميع شعوب هذه المنطقة لأننا نولد في منطقة له ظروف بيئية مختلفة عن ظروف بيئية في أوروبا أوروبا ممكن إنسان يعيش بدون أن يكون مجبرا على الولاء والطاعة للآخرين أو يتبع للآخرين ممكن يروح للغابة دينة يحص الماء وهناك ثمار أو يزرع على حاجة ويأكلها وما يحتاج أن يهيمن عليه الآخرين إلا بطرق مختلفة يحتاج جهد كبير لأوروبي نظم الحكومة الغربية تحتاج جهد كبير لفرد قضام خطاب هيمن جهد أكبر بكثير من جهد الموجود لدينا ولهذا نازية اندثرت خلال 40-50 عاما انتهت تماما وهكذا النظام الروماني البراطونية الرومانية القديمة نظام فيه انفتاح فيه ديمقراطية لم توجد الديمقراطية في أثناء وفي روما لأنها نظام الحكومة الليبرالي أو العفو نظام الحكومة الشبهة الديمقراطي في ذلك زمان أو مجال السيوخ وما ذلك ظهرت لأن النسق الذي يولد النسق الذي تخرج أو تنفثق تنفثق منه المعاني هو نسق غير قابل لأن يكون نسق اتباعي كما هو حال النسق الشرقي هناك نمطان نمط النسق الاتباعي الشرقي هو المهيمن وهذا حتى العلاقة بالصين أيضا الصين أيضا يتبعون النسق الاتباعي لأنه لا يستطيعون الحياة بأبسط أشكالها بدون وجود هذا النسق وهو يحكمهم منذ لحظة ولادته الأولى وليس الآن منذ ستة آلاف آم سبعة آلاف آم هو محكوب بالنهر محكوب بالسيطرة المركزية على الموارد ولا فلن يعيش ولا تضاع كل شيء لا تستطيع الحياة لأنه أنت عندك هذا نهر قطع عليك لا تفعل لابد بالنظام تتبعه لكي تتحكم بحياتك فهذا هي مشكلة شعوبنا هذا السبب بإرادة بحث طويل لكن عموما النسق المهيمن هو النسق المهيمن في بجتمعاتنا هو النسق الاتباعي وهذا النسق هو الذي يخلق أنظمة المهيمنة على أشكالها المختلفة هو هذا مصدر الأساسي الذي تخرج منه الأديان وتخرج منه الآلهة وتخرج منه الفراعي الفراعنة يخرج منه الفراعنة ويخرج منه الأنبياء ويخرج منه الحكام والقادة الأبطال ويخرج منه الغزاة وكل هذا كل ما يخرج لدينا هو نتاج للنسق الاتباعي الذي نولد على أساسه شكرا جزيلا والكلام طويل ومتشعب هذا لكن مجرد أنا حبيت أنه أضخ عدد كبير من الأفكار التي وردت في بعد ذلك أبدأ بتقسيمها وتبويبها ومنهجتها وتعميقها أكثر أكثر بقى بس أختم موضوع الفراعن هذا الهيمنة المصرية كانت هيمنة نظام المهيمن المصري كان نظام فيه من المساوئ الكثير يعني تحدثنا عن أنه سياسة البيت الكبير كما قلنا وهذا كانت سياسة البيت الكبير الخفي الذي لا يراه أحد وهذا النظام السياسي المهيمن أو النظام المعرف المهيمن أيضا نقل نقول عليه هذا لا وجود الجسور بينه وبين الخارج لا وجود حتى الجسور داخل البلاد نفسه من أبرز المميزات نظام الهيمنة الفراعوني أنه لا تجد هناك جسور بين ضفتين نهر النيل وهذا حاجة من أغرب الأشياء تخيل ولا توجد حتى مدن فتخيلوا كيف نجح هذا النظام المهيمن كل قرية صغيرة كانت تعيش حياتها يوميا وآنيا من دون التواحد مع قرية أو قرية أخرى لتشكيل مدينة يعني النظام المصري الهيمنة المصري الفراعوني لا وجود الجسور بينها مدينة وأخرى ولا وجود لمدن أصلا كلها قرية كل واحدة عائشة وحثة وما تحتاج تتوحد مع قرية أو أخرى لتشكيل مدينة وهذا منعم من وجود تلامن اجتماعي ووعي سياسي مبني على هذا التلامن هذه مشكلة المصريين القدامة يعني كل الأمور كانت مبنية على وحدة الشعب المصري وولاء للفراعون لكن في الحقيقة هم كانوا متشردمين يعني كلهم تابعين للفراعون من خلال الموظفين إداريين موجودين في كل مكان والكهنة لكن وهذا هؤلاء طبعا كان تبادل اقتصادي حتى مهدم التفاصيل أنه هالنظام الإداري كهنة المصارم طبعا دون يدخلون منتحانات إدارية صعبة جدا والنجاح بها ليس بسهل فهؤلاء ينجحون مثل النظام الكونفشوسي الإداري تقريبا في الصين القديمة وأيضا هالنظام طبقة الكهنة وهؤلاء لهم نسبة من الضرائب يعني ربع من عندها للكهنة وربع منها للفرعون بيت الفرعون البيت الكبير والباقي هم معرفوا النسب بالضبط مسيح هكذا فالكل مستفيد النظام الإداري الكهنوتي مستفيد والبيت الكبير الفرعون المستفيد وأيضا الشعب المسكين المرتاح طبعا ما عنده مشكلة إنه عملية التبادل فيما بينهم ناجحة وماشة لكنه خاض لهيمنة مطلقة مناعته من تشكيل توليد التضامن الاجتماعي ووائي سياسي مبني على هذا التضامن كما قلت يعني كل ما كان موجود لديهم هو مجرد البقاء المحدقين بشخص الفرعون لا ببعضهم البعض ولازم دائما تبقى نظارهم مجدودة إما إلى تحت يعني زراعة الأرض والإنتاج أو إلى فوق من خلال عبادة الآلهة وإلى وقال بخطة الشخص الفرعون واحد عبارة الأخيرة من كتاب لفريدريك معتوق عن مهتكزات السيطرة الشرقية مقاربة سوسيولوجية سوسيومعرفية هذا نفسه تقريبا بالتوازي مع النظام الحكم الإسلامي دائما يقول لك انظر إلى الله فقط خلي عينك بعين الله والمهم أنت روح تشتغل هلما أنا علاقة بيك بش تشتغل بطل أو يعني بالنمط الهيمنة الإسلامي ما لا علاقة تطيني النسب وخلاص ما لا علاقة بيك كيف تحصلها روح تسرق شو بتعمل أعمل أمام تعطيني حصة الخاصة بي يبدو لأن نظام الحكم الإسلامي كان منطلقات خارج مصر أو أسس خارج مصر في مناطق لا يمكن منع التواصل بين المدن وبين القرى لأن نهر ممتد وأرض مفتوحة من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب والكل يخللها ما ليس مثل البيئة المصرية اللي كان من الممكن عزل الشعب المصري عن الآخرين بسهولة أكبر وهي هذا النمط الشرق خاصة في العراق والشام وإيران النمط ينظر إلى الحاكم كإله وقالوا الفقهة علنا يعني بشكل مخجل قالوا يعني طائل الحاكم ولو جلد ظهرك وسرق مالك ونزع على أمراتك يعني تخيل لا يوجد أسوأ من هذا الشرع أو الشريعة التي بررها الفقهاء بألف طريقة وطريقة ودعو أن هناك خلافات لا بعض الأمور وكذا لكنها بالحقيقة هي هكذا يعني استصغار من شأن الناس واحتقار لهم ويقول لهم أتحول والأتباع مطيئين حتى لو فعلوا فيكم الأفائل حتى لو قتلوكم تخيلوا أي شيء أي تجاوز أي مهانة للإنسان لكن يأتي من يقول لك هذا هو نظام العدل والرحمة وكذا لأنه خاضع نظام الهيمن لا يستطيع التفكير خارج الصندوق كما يقال والسبب هو أن النظرة الفقية الاجتماعية الموجهة للآخرين كانت مغيبة تماما كلهم ينظرون إلى الأعلى إلى الإله أو إلى الملك أو إلى الفقية أو إلى الحاكم كلهم تحت المنبر أو هناك مكان أعلى يجب أن ينظرون إلىه ولاحق لهم بالنقاش فلا وجود تواصل بين أفراد المجتمع وإن حصل فهو بإسم الإله وبإسم الإمام وبإسم الشيخ وبإسم الرئيس وبإسم القائد وبإسم المذهب لكن لا وجود الإله حتى عدما يسلم الناس على بعض وبعض يسلم في الله وعدما يقول شكرا يقول الشكر لله تخيلوا يعني النظام العمودي موجود الكل يعني شو نظمنا جماعة لكنه بالحقيقة لا يوجد التواصل حقيقي فيما بينهم التواصل الحقيقي والمشرع الوحيد هو التواصل العمودي مع جهة واحدة فقط وإله واحد مع حاكم واحد وهكذا مرجع واحد أيضا أما سوى الناء لآخرين فهو مجرد رعاية لا يطمحون سوى لتأمين العيش بعرق الجبين والعيش عيشة لا أفق الآخر لها سوى تكرارها المادي إلى ما لا نهاية هذا اللي يتحججون بأنه أنه هذه الحياة المادية تافية ولا قيمة لها هو بالحقيقة مدعا للناس عيشون بطريقة مادية بشعة يعني هو التوقع يقول لك الحياة المادية مكروهة وهؤلاء مجتمع مادية واصبح لا يبحث إلا سوى عن المال أنت الحالة المعاكسة أيضا المادية الفقر هو حالة مادية يعني ما هو الفقر فالحالة المادية أنتم الذين أسعتم يعني دمرتوا حياة الناس بطريقة مادية بشعة أنتم تأخذون أموالهم لا بأس قلناها يحصتكم فسروها بطريقة دينية ألوية روحية لا مادية مو مشكلة لكن أنتم حولتم المجتمعات إلى مجتمعات مادية تتكالب تقتل بعضها بعضا من أجل الشظة في العيش هذه هي قمة الحياة المادية قمة السوء أن تعيش بطريقة هذه الطريقة المادية السلبية وليس المادية الإيجابية بعد أن تحتاج على المادية الإيجابية التي يعمل فيها الناس ويبدعون ويبتكرون وينتجون وتقول أن هناك مساوع إلى هذا النظام المادي لأنه أصبح السعي للمادة وعلى حساب الروح وما وذلك والمبادئ والقيم وهذا كلام الفارغ أنت ذا يلا يعني خلي توازن على الأقل بين الأمرين لكن هكذا يجري أنظمة الهيمن على الآخرين نظام الهيمن الغربي لماذا اختلف حتى الموضوع هذا مهم نشير له نظام الهيمن الغربي اختلف لأنه لم يعد يريد شعوبا عمياء جاهلة النسق العمائي أو النسق الاتباعي لم يعد نسقا يحتاجه العالم الغربي القوى المهيمنة النظام الهيمن الغربي يريد لا يريد نسقا اتباعيا ولا يريد نسقا عمائيا يريد نسقا متفتحا لا يريد أفرادا يفهمون يعرفون مبدعون مبتكرون لكن ضمن ماذا ضمن نسق اقتصادي رئيس مالي مهيمن على الجميع وهذا النسق الرئيس مالي هناك قادة كبار عليه لا نريد أن نسق في هذا الموضوع من هم القادة الكبار هذا موضوع يعني ما أعرف يعني ما أفكر بعدني على إطلاق لكن عموما النسق الهيمنة الغربي هو نسق الرئيس مالي بعد الآن تشوف هناك نسق بالأراق فرضا على سبيل المثال النسق الشيعي مهيمن أو الهيمنة الشيعية الدينية مهيمن على الجميع وأصبح الهيمنة مطلقة وشاملة بحيث الناس يعني يخضعون لهذه الهيمنة ويمارسونها وكانها أمر واقع وحقيقة رأس خلالة أقبل أجهزة لكنه في الوقت نفسه هناك هيمنة الرئيس مالية لا يستطيع هؤلاء جميعا هم أكون سمونا ممكن نسميه نظام التراتبي نظام الهيمنة التراتبي فنظام الهيمنة الرئيس مالي الأمريكي التي تقود أمريكا خاضع جميع أنظمة الهيمنة الأخرى المختلفة حتى لو كانت مختلفة جدا عنها خاضع جميعا إلى إلى هذا النظام الأساسي لأنه مسيطرة ماليا وعسكريا بالقوة والمال يقول لك أنت تروح استلم صير هيمنة الشيئية على الإراق هيمنة الشيئية على إيران على جنوب لبنان أو على لبنان كلها لا بأس لكنني أحكم أخضعك بنظام الهيمنة الاقتصادي والمالي والعسكري ولا أجعلك تتحرك بطريقة إلا كما أشار الإراق مجرد الآن كل أموال تذهب إلى أموال البترول بأكملها من 20 سنة إلى حد اليوم هي كل دينار يدخل في الإراق هو لابد أن يمر بالخزانة الأمريكية هذا النظام هيمنة كامل فحتى نتوضح الأمور كيف جرت الهيمنة على الناس بطرق مختلفة الطريقة المعاصرة الآن البعض قلت لك هذه طريقة جيدة يعني لأنه معرف الهيمنة الإسمانية على العالم هي هيمنة قلت لك هذه جيدة ربما لأننا خاضعون لها جميعا البشر بيأكملهم الآن خاضعين لها هذه الهيمنة المطلقة فعندما أنا آييتها فمعناته أنا خضعت لهذه الهيمنة فبالتالي علي أن أكتشفها حتى بعد ذلك عيتها وارفضها هذا موضوع مختلف إرادة بحث خاص وأختم أقول بنا الهيمنة الهيمنة هي تكمن في بناء التواصل بين الأفراد بشكل اجتماعي وجعلهم مغيبين تماما وخاضعين للقادة أو نظام الهرمي الهيراركي في خاصة حينا بصورة الفراحلة أو قادة أو أهم الشيعة أو أهم مثل القراضاوي أو خلفاء مثل البغدادي أو مشير أو مرشد مثل الأخوان المسلمين وهكذا أو أيضا حاكم البنك المركزي مثلا بنك الدولي أو الخزانة الأمريكية فهو الهيمنة تتم من خلال هؤلاء علينا ننظرهم جميعا ونأمن جميعا لصالحهم ووفقا لنظام الهيمنة الذي ينشره بيننا جميعا كله حسب نظام الهيمنة الذي خاض له وإلى درجة نشعر بأنه هو النظام الوحيد الممكن والمعقول والذي لا نستطيع تخيل الحياة بدونه الهيمنة أيضا هي تكمل بالتالي في بتر النظرة الاجتماعية وعدم ترك المجال لهذه النظرة الاجتماعية للألاقات بين الناس الخاضعين لهذه الهيمنة لأن يتفاعلوا فيما بينهم بما يسبح بأن تتبلور رؤى جديدة ومعاني جديدة أصيلة وليست خاضعة للهيمنة أو نتاج من نتاج الهيمنة شكرا جزيلا وأسفل طالعا ومع السلامة هذه كانت دردشة عامة مفتوحة حول موضوع الهيمنة وانتقنا بها حبر التاريخ وأتمنى تكون تركزوا لي على بعض الفقرات خاصة على كل موضوع على حدة مع السلامة